نوضح الآن خطوات تحميل النسخة التجريبية التعليمية من نظام المتكامل لا بد أولا أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام المتكامل فيتم الدخول من أحد محركات البحث فايرفوكس جوجل كروم أو غيرها من محركات البحث مثلا نختار جوجل كروم ثم نقوم بكتابة عنوان الموقع الرسمي لنظام المتكامل www.المتكاملبرو.com نقوم بكتابته ثم نقوم بالضغط على enter سوف يظهر الموقع الرسمي لنظام المتكامل من أجل أن نبدأ بعملية التحميل يتم الدخول إلى إبدأ الآن تحميل النسخة التعليمية سوف تظهر الصفحة الخاصة بعملية التحميل لا بد أولا قبل البدء بعملية التحميل أن نقوم بتعبئة الحقول الظاهرة أمامكم الاسم مثلا معين البعداني نقوم بكتابته ونقوم بكتابة البريد الكتروني ثم نقوم باختيار البلد مثلا اليمن المدينة مثلا مدينة صنعاء الهاتف الجوال المهنة حقول اختيارية ليست إجبارية نقوم بكتابتها مثلا ونقوم بكتابة الجوال المهنة مثلا محاسب أو طالب أو تاجر نوع الاستخدام نقوم باختياره شخصي تجاري تعليم مثلا شخصي ثم نقوم بإدخال التحقق من الهوية يتم إدخال هذه الرموز في الحقل الظاهر أمامكم على النحو التالي يتم كتابة هذه الرموز في هذا الحقل وبعد إدخال هذا الرمز في حقل التحقق نقوم بضغط على تحميل ننتظر قليلا الآن يظهر لك المكان الذي تريد أن تقوم بحفظ النسخة التعليمية أو التجربية في سطح المكتب في القرص D في القرص C في أي مكان مثلا في سطح المكتب سيف أو حفظ بدأت الآن عملية تحميل ونسخ وحفظ النسخة التجربية التعليمية من نظام المتكامل ننتظر قليلا حتى تتم عمليات تنزيل تلك النسخة نلاحظ ظهورها في أسفل الشاشة بدأت عملية التحميل ننتظر قليلا انتهت الآن عملية تنزيل وتحميل النسخة التجربية من نظام المتكامل نذهب الآن إلى سطح المكتب أو إلى المكان الذي تم حفظ النسخة التجربية أو التعليم من نظام المتكامل فيها نلاحظ أنها أصبحت ظاهرة على سطح المكتب على شكل ملف مضغوط نقوم بالضغط عليه مرتين ثم نقوم بالضغط على الملف الموجود داخل المجلد المضغوط مرتين ننتظر قليلا نقوم بالخروج من الملف المضغوط نبدأ الآن بخطوات تثبيت نظام المتكامل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك نقوم بالضغط على ثم نيكست والتعشر على الايكست موافق ثم نيكست في هذا الخيار يتم تحديد أين تريد حفظ ملفات النظام هل تريد حفظها بالقرص حسب الأقراص الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك أنا أفضل في القرص ثم أنا قبضت على أوكي ثم نيكست نيكست بدأت الآن عملية تثبيت نظام المتكامل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك ننتظر قليلا حتى الانتهاء من عملية التثبيت انتهت الآن عملية تثبيت نظام المتكامل في جهازك الخاص نقوم بالضغط على نلاحظ ظهور رمز أو إيقونة نظام المتكامل ظاهرة في سطح المكتب الآن نبدأ بالدخول إلى نظام المتكامل نقوم بالضغط على مرتين سوف تظهر هذه الرسالة أنت تستخدم النظام لأول مرة لذلك لابد أن تقوم بإدخال رقم الفرق والسنة المالية نقوم بالضغط على موافق موافق نبدأ الآن بعملية إدخال البيانات رقم الفرق مثلا واحد السنة المالية الفين واربعة عشر اسم الفرق أو اسم الشركة مثلا شركة معين للتجارة والاستثمار نقوم بكتابتها ثم نقوم بكتابة الاسم الأجنبي للشركة أو للفرق أو للمستخدم طبعا حق الاختياري ليس إجباري نقوم بكتابة ثم نقوم بكتابة عنوان الفرع العربي مثلا صنعاء شارع حدا ثم عنوان الفرع الأجنبي بنفس الطريقة ثم نقوم بإدخال رقم التالفون إن وجد ورقم الفاكس إن وجد رقم صندوق البريد كذلك إن وجد ثم نقوم الآن بعمليات الحفظ سوف تظهر هذه الرسالة تنبيه يجب أن تحدد العملة المحلية أي العملة الأساسية للنظام يقصد بالعملة المحلية للنظام هي تلك العملة التي سوف تظهر بها إجماليات مبالغ وأرقام الحسابات الختامية عند طباعتها فعند طباعة ميزان المراجعة الأرباح والخسائر الميزانية العمومية فإن الإجمالية الخاصة بالمبالغ تلك الحسابات سوف تظهر بالعملة المحلية التي نختارها نحن فإذا ما تم اختيار مثلا ريال فإنه عند طباعة الميزانية العمومية الأرباح والخسائر ميزان المراجعة سوف تظهر الإجمالية الخاصة بها بالريال والإضافة واختيار العملة المحلية يتم الضغط على موافق لم يتم عمل نسخة احتياطية هل تريد عمل نسخة الآن نقوم بالضغط على لا سوف ندخل مباشرة إلى واجهة نظام المتكامل من أجل إضافة العملة المحلية الأساسية للنظام يتم الدخول إلى إدارة الحسابات سوف تظهر مرة أخرى موافق تحيئة النظام العملات يتم الضغط على زر الإضافة واختيار عملة محلية ونقوم بكتابة اسم العملة ريال يمني مثلا رمز العملة رائية أو أو YR الفك ثم نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا مثلا إضافة عملة أجنبية أخرى مثلا دولار يتم الضغط على زر الإضافة واختيار عملة أجنبية اسم العملة دولار رمز العملة الفكة سنت حق الاختياري ليس إجباري ونقوم بإدخال سعر التحويل أو سعر الصرف بمعنى أن الدولار يقابل 215 ريال أي يقابل العملة المحلية 215 ريال أعلى سعر تحويل أدنى سعر تحويل حقول اختيارية ليس إجبارية وهي حقول رقابية مثلا أعلى سعر تحويل 200 أدنى سعر تحويل مثلا 210 ثم نقوم بعملية الحفظ وبنفس الطريقة يتم إضافة العملات الأخرى فإذا ما تم إضافة مثلا ريال سعودي نقوم بضل هزل إضافة رمز العملة مثلا رأسين أو RS الفكة هل لاحق الإختيار ليس إجباري عملة أجنبية طبعا سعر الصرف 57 أعلى سعر تحويل أدنى سعر تحويل حقوق الإختياري ليست إجباري إنما هي حقوق رقبية 60 مثلا 55 ثم نقوم بعملية الحفظ وهكذا الآن قمنا بتحديد العملة المحالية للنظام أي العملة الأساسية للنظام وهي تعتبر الخطوة الأساسية الأولى كي نبدأ بعملية استخدام نظام المتكامل أما الخطوة الثانية وهي خطوة مهمة للغاية هو تحديد الفترة المحاسبية أو الفترة المالية للشركة أو للمستخدم فيتم ذلك من خلال الدخول إلى إدارة الحسابات تهيئة النظام الفترات المحاسبية نقوم بالضغط على زر الإضافة نلاحظ أن هناك العديد من الفترات المحاسبية هناك الفترة المحاسبية الكاملة أي تتكون من 12 شهر تبدأ مثلا من بداية شهر 1 2014 وتنتهي بشهر 12 2014 هناك السنة المالية الربع سنوية النصف سنوية هناك السنة المالية المتداخلة أي تبدأ مثلا بمنتصف 2014 وتنتهي في منتصف 2015 يشترط في الفترة المحاسبية ألا تزيد عدد الشهر عن 12 شهر بينما يسبح النظام أن تكون الفترة المالية أقل من 12 شهر لنفرض أن السنة المالية الخاصة بالنشاط التجاري الخاص بنا 12 شهر تبدأ من شهر 1 2014 إلى شهر 12 2014 ثم نقوم بعملية الحفظ الآن قمنا بتحديد الفترة المحاسبية للنشاط التجاري الخاص بالشركة الخطوة الأخيرة هو أن يتم تحديد عملة المخزول فبعد قيامنا بتحديد العملة المحلية الأساسية للنظام والفترة المحاسبية الخاصة بالنشاط التجاري نذهب إلى إدارة المخزول تهيئة النظام عملة المخزول ونقوم باختيار عملة المخزول ويقصد بعملة المخزول هي تلك العملة التي سوف تظهر بها جميع تقارير المخزول عند طباعتها كما أنها العملة التي سوف يقيم بها متوسط تكلفة الأصناق تحدد بها تكلفات مخزون أول مدة وتحدد بها كذلك تكلفة الكميات المتبقية في نهاية النشاط التجاري أو مخزون أخر مدة يتساءل البعض هل بالإمكان أن تكون عملة المخزول مختلفة عن عملة المحل للنظام الإجابة نعم قد تكون العملة المحل للنظام مثلا ريال بينما عملة المخزون دولار حسب الخيار الذي تتبناه الشركة لنفرض أن عملة المخزون هي ريال نقوم باختيار إضافة ريال ثم عملية الحفل نكون بهذا قد قمنا بتجهيز نظام المتكامل كي تبدأ بعملية الإدخالات ثم عملية تنفيذ العمليات ومن ثم طباعة التقارير المختلفة الآن إذا ما قمنا بالخروج من الفرقم واحد وأردنا الدخول إليه مرة ثانية نقوم بضغط على المتكامل مرتين ونقوم بإدخال السنة المالية الفين واربعة عشر رقم الفرق واحد رقم المستخدم واحد كلمة السر واحد ثم نقوم بالضغط على موافق لم يتم عمل نسخة حتية هل تريد عمل نسخة الآن؟ لا نلاحظ دخولنا مرة أخرى إلى الشركة أو إلى الفرع الذي تم إن شاء وتم تأسيسه إذا ما أردنا مثلا إضافة شعار للشركة فما عليك إلى الدخول لإدارة النظام فروع بيانات الفرع الحالي نلاحظ البيانات التي تم إدخالها أثناء عملية إنشاء الفرع أو الشركة نستطيع تعديلها في أي وقت وإضافة البيانات التي لم نقوم من إدخالها سابقا ما عليك إلى ضغط على زر التعديل الآن إذا ما أردنا مثلا إضافة شعار للشركة نجعل مؤشر الموس في وسط مربع الشعار ثم نضغط بالزر الأيمن أو الأيسار ثم نبدأ باختيار شعار الشركة الذي تم حفظه بأي قرص بالقرص C D بأي قرص مثلا هذا هو شعار الشركة الخاصة بنا يتم اختيار الشعار المناسب مثلا هذا الشعار خاص بنا ثم نقوم بعملية الحفظ الآن لمعرفة أين تظهر هذه البيانات الظاهرة أمامكم مع الشعار ما عليك إلى الخروج من هذه الشاشة أذى مثلا إلى إدارة الحسابات مثلا المدخلات الأساسي الدليل المحاسبي وعن طباعة الدليل مثلا نلاحظ ظهور البيانات التعريفية التي تم إدخالها بالشكل الظاهر أمامكم نكون بهذا قد أوضحنا كيف يمكن تحميل النسخة التجريبية من نظام المتكامل وكيفية خطوات تثبيت نظام المتكامل وإنشاء شركة وإضافة البيانات التعريفية والشعار الخاص بالشركة يتساءل البعض ما هي خطوات فتح فرع جديد من الفرع الحالي أي من الفرر رقم واحد في النظام المتكامل نستطيع فتح أكثر من 999 فرع أو شركة لكل فرع عمليات خاصة بها مدخلات خاصة بها وتقارير خاصة بها منفصلة عن الفرع الآخر أما خطوات فتح فرع جديد فهي على نحو التالي يتم الدخول إلى إدارة النظام الفروع الفروع المرتبطة يتم الضغط على زر الإضافة ثم تحديد السنة المالية الخاصة بالفرع الجديد وكتابة رقم الفرع مثلا اثنين ثم اسم الفرع العربي أو اسم الشركة مثلا شركة أمار للتجارة والاستثمار ثم اسم الفرع الأجنبي أي باللغة الإنجليزية مثلا حق الاختياري ليس إجباري عنوان الفرع مثلا صنعاء شارع الزبيري مثلا ثم عنوان الفرع باللغة الإنجليزية مثلا حق الاختياري ليس إجباري نقوم بكتابته نقوم بكتابة رقم الهاتف أو الموبايل رقم الفاكس إذا كان لدى الشركة أو لدى الفاكس رقم السندوق الوجد ثم نقوم بعمليات الحفظ الآن نقوم بالخروج من الفرق رقم واحد وندخل مرة أخرى إلى نظام المتكامل السنة المالية الفين واربعة عشر رقم الفرع الجديد الذي قمنا بفتح اثنين نتحرك بالتاب أو بالموس رقم مستخدم واحد ثم نقوم بالضغط على موافق تظهر هذه الرسالة بي يجب أن تحدد العملة المحلية عند فتح فرع جديد دائما تظهر هذه الرسالة ويقصد بالعملة المحلية هي العملة الأساسية للنظام أي عملة الحسابات الختامية فعند طباعة حساب الميزانية العمومية ميزان المراجعة الأرباح والخسائر سوف تظهر بالعملة التي نختارها نحن فإذا ما تم اختيار العملة الأساسية أو العملة المحلية للنظام ريال فإن الحسابات الختامية سوف تظهر بالريال أما كيف يمكن إضافة العملة المحلية يتم الضغط على موافق سوف يظهر هذا الجدول الخاص بالتنبيهات يتم الخروج منه بالضغط على الزر الأحمر ثم الدخول إلى إدارة الحسابات تظهر رسالة مرة أخرى تنبيه يجب أن تحدد العملة المحلية تهيئة النظام العمولات يتم الضغط على زر الإضافة واختيار عملة محلية مثلا ريال رمز العملة رائع أو YR الفكة حق الاختياري ليس إجباري فيلس ثم نقوم بعملية الحفل فإذا ما أردنا مثلا إضافة عملة أخرى عملة أجنبية أخرى مثلا دولار نقوم بالضغط على زر إضافة ثم عملة أجنبية ثم نكتب اسم العملة رمز العملة الفكة حق الاختياري ليس إجباري ثم نقوم بإدخال سعر التحويل مئتين م Con beso أعلى سعر التحويل أقل سعر التحويل حق الاختيارى ليس إجباري سنت سعر التحويل المكتين وخمسة عشر أدنى سعر، سعر تحويل حق الاختيارية ليس أجبارية حق الرقابية مثلا م ciao أدنى سعب تحويل مثلا مئة وعشرة ثم نقوم بعملية الحفل وبنفس الطريقة يتم إضافة بقية العملات الأجنبية الأخرى الآن ننتقل إلى إدارة المغزون ونقوم بتحديد عملة المغزون تهيئة النظام عملة المغزون يتم الضغط على زر إضافة مثلا ريال ويقصد بعملة المغزون هي عملة التقارير الخاصة بالمغزون فتقارير المغزون أول مدة آخر المدة حركة المغزون سوف تظهر عملة المخزون فإذا ما كانت ريال فأنتقارير مغزون آخر المدة وأول مدة وحركة المغزون إذا ما أردنا مثلا إضافة شعار خاص بالشركة الجديدة يتم الدخول إلى إدارة النظام الفروع بيانات الفرع الحالي في هذه الشاشة نستطيع تأديل البيانات الظاهرة أمامكم وإضافة البيانات التي نريد كما أننا نستطيع إضافة شعار خاص بالشركة فيجب أن نجعل مؤشر الموس في وسط مربع الشعار ثم الضغط بالزر الأيمن أو الأيسار ونبحث عن الشعار قد يكون موجود بقرص C D و هكذا مثلا في قرص D ثم نقوم بالضغط على الشعار مثلا المناسب للشركة ثم نقوم بعمليات الحظ نقوم بهذا قد أوضحنا كيف يمكن فتح فرع جديد من فرع سابق وإضافة البيانات التعريفية والشعار الخاص به